مع حماية أو بدون كيف ستمر السفن ومن سيضمن الحماية في مضيق هرمز حيث تتجه أنظار العالم وحشوده إليه فعج على حين غفلة بالمتصارعين فيه وعليه فكرة بريطانية تبلورت بعد احتجاز إيران إحدى سفن المملكة تتمحور حول إنشاء قوة دولية لحماية الملاحة لاقت في بادي الأمر ترحيبا أوروبيا جعل المتفائلين يرجحون عودة القارة العجوز لصباها يوما مع الوقت سرعان مختلف كبار أوروبا بعد دعوة الولايات المتحدة كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للانضمام إلى تحالف عسكري لحماية الملاحة في الخليج العربي نتج عن ذلك عقدة في الموقف البريطاني لا سيما أن لندن هي صاحبة فكرة إنشائه وانتزعت منها قيادته وهذا ما خلف رفضا أوروبيا كانت بدايته في ألمانيا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أكد أن بلاده لن تشارك في قوة الحماية البحرية في مضيق هرموز التي دعت أمريكا إلى تشكيلها مطالبا بخفض التوتر في المنطقة سياسيا والموقف الألماني يبدو محاولة للبقاء في مربع الحياد فبرلين ما تزال تتطلع لدور وساطة يبقي على الاتفاق النووي الإيراني الرفض الألماني انتقدته واشنطن بشدة على لسان سفيرها في برلين الذي أكد أن على أكبر اقتصادات أوروبا الاطلاع بمسؤولية عالمية أكبر وفي ذلك حث وتذكير بأن تدهور الوضع لن ينعكس على دول بعينها لكن برأي مراقبين تبدو أوروبا ثقيلة الخطى في المسير خلف واشنطن بعلاقتها مع إيران تصدع الجبهة الأوروبية وضيق المساحة والوقت دفع إيران للتهديد مجددا فتحدث الحرس الثوري عن رد واسع مما سماها قوى المقاومة في المنطقة إذا تعرضت بلاده لأي هجوم أمريكي بمحاكاة وموازنة لحديث الرئيس حسن روحاني بأن أعداء بلاده يعترفون بانتصارها في المفاوضات لكنهم ينكرون انتصارتها في الحروب يغفل روحاني أن بلاده في عقدها الأخير خاضت حروبا من طرف واحد أبرى ميليشيات مسلحة اتخذت بعدا طائفيا ضد مدن كان أهلها عزلا فكيف الآن وطبول الحرب تقرع في الخليج العربي وقد بلغت العقوبات مبلغها من بلاده من ينتظر إطلاق النار أولا إيران أم أمريكا أم أن الأمر قابل للمزيد من الحديث لمضيق هرمز القول الفصل ترجمة نانسي قنقر